السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الدرس الأول من الوحدة الأولى من مرجع الجيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي الدرس الأول هو بعنوان الجمع والطرح والضرب في نطاق الأعداد من صفر إلى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين إذن لنبدأ على بركة الله بالنشاط الأول أكتشف إذن بمناسبة الدخول المدرسي رافقت التلميذة فاطمة أمها إلى متجر لشراء ما تحتاج إليه من ملابس ألاحظ وأكمل ملء الفاتورة التالية إذن لدينا النوع إذن الملابس التي اشترتها فاطمة وعدد كل نوع منها ثم ثمن البدلة الواحدة أو النوع الواحد وهنا المطلوب من أن نضع الثمن الإجمالي لكل نوع وفي الأخير المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه إذن لدينا بدلة من حيث العدد ثلاثة أي ثلاث بدلات ثمن كل بدلة واحدة هو ثلاثمائة وسبعة وعشرون درهما إذن ما هو المبلغ الإجمالي أو الثمن الإجمالي بالدرهم لثلاث بدلات إذن هنا يمكن أن نحسبها بالجمع المتكرر أي نضيف ثلاثمائة وسبعة وعشرون لثلاثمائة وسبعة وعشرون زائد ثلاثمائة وسبعة وعشرون أو نحسبها بعملية الضرب وهي الأفضل إذن سنحسبها بعملية الضرب إذن ثلاثمائة وسبعة وعشرون ضرب ثلاثة إذن ثلاثة في سبعة تساوي واحد وعشرون أضع واحد وأحتفظ باثنان ثلاثة في اثنان ستة زائد اثنان ثمانية ثلاثة في ثلاثة تسعة إذن الثمن الإجمالي لثلاث بدلات هو تسعمائة وواحد وثمانون درهما إذن تسعمائة وواحد وثمانون درهما ثم أيضا اشترت حذاء أو حذاءين بتمن كل حذاء هو مئتان وتسعة وأربعون درهما إذن أيضا مئتان وتسعة وأربعون درهما لحساب ثمان حذاءين سنضربها في اثنان إذن اثنان في تسعة تساوي ثمانية عشر أضع ثمانية وأحتفظ بالواحد اثنان في أربعة ثمانية زائد واحد تساوي تسعة اثنان في اثنان تساوي أربعة إذن أربعمائة وثمانية وتسعون هو ثمن الحدائي أيضا اشترت ملابس رياضية أربع بدلات أو أربع ملابس رياضية بثمن ستة وعشرون درهما للبدلة الواحدة أو لللباس الرياضي الواحد إذن أيضا سنحسبها بعملية الضرب ستة وعشرون ضرب أربعة إذن أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون أكتب أربعة وأحتفظ بإثنان أربعة في إثنان ثمانية زائد إثنان تساوي عشرة إذن مئة وأربعة دراهم ثم لدينا وزرة واحدة ثمنها ثلاثمائة وواحد وعشرون إذن هنا لدينا النوع واحد فقط لا نحتاج لعملية الضرب لأن المبلغ الواجب أداؤه هنا في أول تمن الإجمالي للوزرة هو فقط ثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهما ثم قميص ثمن القميص الواحد مئتان وواحد وخمسون درهما إذن لدينا ثلاثة أقمصة إذن سنضرب مئتان وواحد وخمسون في ثلاثة إذن ثلاثة في واحد تساوي ثلاثة ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر أكتب خمسة وأحتفظ بواحد ثلاثة في إثنان ستة زائد واحد سبعة إذن سبعمائة وثلاثة وخمسون وأخيرا اشترت ستة جوارب بثمن أحد عشر درهما للجورب الواحد إذن أحد عشر في ستة إذن واحد في ستة تساوي ستة واحد في ستة تساوي ستة إذن ستة وستون درهما إذن الآن مطلوب منا المبلغ الواجب أداؤه بالدرهام إذن سنجمع هذه المشتريات كلها وسنحصل على المبلغ الواجب أداؤه إذن واحد زائد ثمانية تسعة زائد ثلاثة تساوي أربعة أو ثلاثة عشر زائد ثلاثة ستة عشر زائد ثلاثة تسعة عشر زائد ستة تساوي خمسة وعشرون إذن سنكتب خمسة ونحتفظ بإثنان هنا إذن إثنان زائد ثمانية تساوي عشر زائد تسعة تساوي تسعة عشر زائد إثنان تساوي واحد وعشرون زائد خمسة ستة وعشرون زائد ستة تسوي اثنان وثلاثون إذن أكتب اثنان وأحتفظ بثلاثة إذن ثلاثة زائد تسعة تسوي اثنى عشر زائد أربعة ستة عشر زائد واحد سبعة عشر زائد ثلاثة عشرون زائد سبعة تسوي سبعة وعشرون إذن المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه هو 2725 درهمان إذن هذه الأم تملك مبلغا من المال قدره 3000 درهم إذن هل هذا المبلغ يكفي لتسديد الفاتورة إذن الفاتورة الواجب أداؤها هي 2725 والأم معها 3000 درهم إذن نعم هذا المبلغ كافي لتسديد الفاتورة لماذا؟ لأن 3000 فهي كما نلاحظ أكبر من 2725 إذن عند مقارنتها سنقارن رقم الآلاف إذن ثلاثة أكبر من اثنان وبالتالي فثلاثة ألف أكبر من 2725 ننتقل الآن إلى التمرين الثاني إذن لدينا أضع وأنجز ما يلي إذن قلنا أضع وأنجز ما يلي إذن لدينا 327 زائد 323 وعشرون إذن سننجز العملية عموديا نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات إذن ثلاثة زائد سبع زائد ثلاثة تساوي عشرة أضع صفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 2 ثلاثة زائد 2 تساوي 5 3 زائد 3 تساوي 6 إذن المجموع هو 650 إذن كان علينا أن نضع العملية هنا تنسى نضعها هنا إذن 327 زائد 323 إذن قلنا فهي تساوي 650 إذن 650 ثم لدينا 323 زائد 327 إذن 3 زائد 7 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 2 تساوي 3 زائد 2 تساوي 5 و3 زائد 3 تساوي 6 إذن أيضا حصلنا على 650 إذن ماذا نلاحظ؟ إذن 650 أيضا المجموع هنا 650 إذن نلاحظ أن المجموع لم يتغير لماذا المجموع هنا لم يتغير؟ لأن الجمعة تبادلية إذن غيرنا فقط موقع الحد إذن الحد الأول هنا أصبح هنا هو الحد الثاني في العملية الثانية والعكس الحد الثاني في العملية الأولى أصبح هو الحد الأول في العملية الثانية إذن المجموع كما نلاحظ لم يتغير لماذا؟ لأن الجمع تبادلي لأن الجمع تبادلي ثم ننتقل إلى التمرين الثالث أضعوا وأنجزوا ما يلي إذن لدينا 327 هي التي سبقوا أن اشتغلنا عليها في التمرين الثاني زائد 323 إذن هذه العملية فكان الخارج فيها كما رأينا 650 إذن 327 زائد 323 إذن قلنا 37 زائد 3 تساوي 10 وأضعوا الصفر وأحتفظوا بالواحد واحد زائد 2 ثلاثة زائد 2 خمسة ثلاثة زائد 3 تساوي 6 إذن 650 زائد مئتان وواحد وخمسون إذن صفر زائد 1 تساوي 1 5 زائد 5 تساوي 10 أكتبوا الصفر وأحتفظوا بالواحد واحد زائد ستة سبعة زائد اثنان تساوي تسعة إذن هنا قلنا ستمائة وسبعة وعشرون زائد ثلاثمائة وثلاثة وعشرون قلنا تساوي ستمائة وخمسون زائد مئتان وواحد وخمسون فقلنا تساوي تسعمائة وواحد إذن هنا لدينا ثلاثمائة وسبعة وعشرون زائد ثلاثمائة وثلاثة وعشرون إذن هي الأخرى ستساوي ستمائة وخمسون زائد مئتان وواحد وخمسون إذن العملية اشتغلنا عليها هنا إذن ستمائة وخمسون زائد مئتان وواحد وخمسون قلنا تساوي تسعمائة وواحد إذن نلاحظ أيضا هنا أن أن المجموع أن المجموع لم يتغير لأن لأن الجمع تبادل كذلك كما تعرفنا في التمرين الثاني إذن قلنا لأن الجمع تبادلي ننتقل إلى التمرين الرابع أنجز ما يلي إذن لدينا سبعة عشر زائد الفان وثلاثمائة وواحد وثلاثون زائد مئتان وثمانية إذن سبعة زائد واحد تساوي ثمانية زائد ثمانية تساوي ستة عشر إذن أضع ستة وأحتفظ بالواحد واحد زائد واحد تساوي اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة زائد صفر تساوي خمسة ثم ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة واثنان زائد لا شيء تساوي اثنان إذن المجموع هو الفان وخمسمائة وستة وخمسون العملية الثانية لدينا سبعمائة وواحد وعشرون زائد ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وتمانون زائد الفان وثمانمائة وخمسة وستون إذن واحد زائد ثمانية تساوي تسعة زائد خمسة تساوي أربعة عشر إذن أكتب أربعة وأحتفظ بالواحد واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة زائد ثمانية تساوي أحد عشر زائد ستة تساوي سبعة عشر إذن أكتب 7 إذن نحتفظ بالواحد 1 زائد 7 تسوي 8 زائد 9 تسوي 17 زائد 8 تسوي 25 إذن أكتب 5 وأحتفظ بإثنان إذن 2 زائد 3 تسوي 5 زائد 2 تسوي 7 إذن المجموع هو 7574 العملية الثالثة لدينا 5004 زائد 299 إذن 4 زائد 9 تساوي 13 أكتب 3 وأحتفظ بالواحد 1 زائد 9 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 2 تساوي 3 و5 زائد لا شيء تساوي 5 إذن المجموع هو 5303 العملية الأخيرة 3 زائد 7 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 1 تساوي 2 5 زائد 8 تساوي 13 إذن المجموع هو 1320 ننتقل إلى التمرين الخامس أضعوا وأنجزوا ما يلي إذن لدينا 9008 ناقص 2569 إذن 8 ناقص 9 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاف 18 ناقص 9 تساوي 9 ثم 0 ناقص 7 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاف 10 ناقص 7 تساوي 3 0 ناقص 6 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاف 10 ناقص 6 تساوي 4 9 ناقص 3 تساوي 6 إذن الفرق هو 6439 ثم هنا لدينا 8300 ناقص 975 و 87 8 natuurlijk إذن 0 ناقص 5 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاف 10 ناقص 5 تساوي 5 0 ناقص 8 لا يمكن أستلف كذلك العشرة وأرد السلاف 10 ناقص 8 تساوي 2 3 ناقص 10 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلاف ثلاثة عشر ناقص عشر تساوي ثلاثة وثمانية ناقص واحد تساوي سبعة إذن الفرق هو سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون أيضا لدينا ثلاثة آلاف ومئتان وواحد وخمسون ناقص سبعمائة وأربعة وتسعون إذن واحد ناقص أربعة لا يمكن أستلف العشر وأرد السلف أحد عشر ناقص أربعة تساوي سبعة خمسة ناقص عشر لا يمكن أستلف العشر وأرد السلف خمسة عشر ناقص عشر تساوي خمسة إثنان ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشر وأرد السلف إثنان عشر ناقص ثمانية تساوي أربعة وثلاثة ناقص واحد تساوي إثنان إذن الفرق هو ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون ننتقل الآن إلى التمرين السادس أيضا أضع وأنجز ما يلي لدينا مئتان أو عفوا نعم مئتان وسبعة وخمسون مضروبة في تسعة إذن تسعة في ستة أو عفوا تسعة في سبعة تساوي ثلاثة وستون أكتب ثلاثة وأحتفظ بستة تسعة في خمسة تساوي خمسة وأربعون زائد ستة تساوي واحد وخمسون أكتب واحد وأحتفظ بخمسة تسعة في اتنان تساوي ثمانية زائد خمسة تساوي ثلاثة وعشرون إذن الجداء هو ألفان وثلاثمائة وثلاثة عشر لدينا هنا مئة وسبعة ضرب سبعة إذن سبعة في سبعة تساوي تسعة وأربعون أكتب تسعة وأحتفظ بأربعة سبعة في صفر تساوي صفر زائد أربعة تساوي أربعة وسبعة في واحد تساوي سبعة إذن الجداء هو سبعمائة وتسعة وأربعون ثم لدينا أربعة وخمسون ضرب ثلاثة ثلاثة في أربعة تساوي اثنى عشر أكتب اثنان وأحتفظ بالواحد ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر زائد واحد تساوي ستة عشر دن الجداء هو مئة واثنان وستون أنتقل بكم إلى التمرين السابع أحسب المبلغ الذي تمثله الأوراق النقدية التالية بكتابة ضربية وجمعية إذن نلاحظ هناك لدينا كم من ورقة من فئة مئة درهم إذن لدينا أربعة أوراق إذن سنضع مئتان مضروبة في أربعة ثم الأوراق التي من فئة مئة درهم لدينا ورقتان إذن سنضع مئة مضروبة في اثنان ثم الأوراق التي من فئة خمسين درهم لدينا أيضا ورقتان إذن سنضع خمسون مضروبة في اثنان وأخيرا زائد ورقة من فئة عشرين درهم إذن هكذا يمكن أن نعبر عن ما يمثله هذا المبلغ بكتابة ضربية وكتابة جمعية التمرين الثامن أضع وأنجز ما يلي إذن 2300 زائد 5700 إذن سنضع العملية هكذا إذن 2300 زائد 5700 إذن 0 زائد 0 تساوي 0 0 زائد 0 تساوي 0 3 زائد 7 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 2 ثلاثة زائد 5 تساوي 8 إذن المجموع هو ثمانية آلاف ثم هنا لدينا 5700 زائد 2300 إذن 0 زائد 0 تساوي 0 0 زائد 0 تساوي 0 7 زائد 3 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 5 تساوي 6 زائد 2 تساوي 8 إذن المجموع هو ثمانية آلاف أيضا إذن ألاحظ أن المجموع لم يتغير أيضا لأن الجمع تبادل طبعا التمرين التاسع إذن أضع وأنجز ما يلي إذن لدينا 1040 زائد 160 إذن 0 زائد 0 تساوي 0 4 زائد 6 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 1 تساوي 2 1 زائد لا شيء تساوي 1 إذن المجموع هو ألف ومئتان زائد إذن 122 زائد 1280 إذن زائد 280 إذن 0 زائد 0 تساوي 0 0 زائد 8 تساوي 8 2 زائد 2 تساوي 4 1 زائد لا شيء تساوي 1 إذن المجموع هنا هو 1480 إذن زائد 280 والمجموع قلنا هو 1480 ثم العملية الثانية لدينا أيضا هناك تغيير فقط للأقواس لدينا 1040 كما تلاحظون زائد 1040 زائد 160 إذن قلنا المجموع كان هو 1200 إذن لا داعية لتكرار أو لإعادة إنجاز العملية عموديا إذن 1200 زائد 280 إذن زائد 280 إذن كان المجموع هو 1480 إذن 1480 إذن ألاحظ أن المجموع أيضا لم يتغير رغم تغيير موقع الأقواس لأن المجموع لم يتغير لأن الجمع تبادلي وتغيير الأقواس لا يغير المجموع إذن ممكن أن نضيفه لأن الجمع تبادلي السؤال العاشر أكتشف الخطأ في كل عملية وأصححه إذن لدينا 642 زائد 304 وثمانية وأربعة إذن 2 زائد 8 تسوي 10 أضع الصفر وأحتفظ بالواحد لكن هنا لم يتم الخطأ يوجد في كون لم يتم الاحتفاظ بل تم وضع هنا 10 التي هي مجموع 2 زائد 8 تم وضعها مباشرة هنا دون احتفاظ ثم بعد ذلك تم إنجاز 4 زائد 4 تساوي 8 و6 زائد 3 تساوي 9 إذن الخطأ هنا لم يتم وضع الاحتفاظ في المكان المناسب وإتمام إنجاز العملية إذن سنعيد إنجازها إذن 2 زائد 8 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 1 زائد 4 تساوي 5 زائد 4 تساوي 9 و6 زائد 3 تساوي 9 إذن هذا هو المجموع الصحيح هنا لدينا 2018 ناقص 726 إذن 8 ناقص 6 تساوي 2 نعم 1 ناقص 2 لا يمكن إذن هنا سنستلف العشرة وسنرد السلف 1 10 ناقص 2 تساوي 9 ثم هنا 10 أو 0 ناقص 8 لا يمكن سنستلف العشرة ونرد السلف سنقول 10 ناقص 7 تساوي 3 أو 10 ناقص 8 تساوي 3 لكن هنا تم نسيان الاحتفاظ وتم إنجاز فقط 10 ناقص 7 تساوي 3 إذن سنعيد إنجاز هذه العملية إذن 8 ناقص 6 تساوي 2 11 أو 1 ناقص 9 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 11 ناقص 9 ناقص 2 تساوي 9 0 ناقص 8 لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف 10 ناقص 8 تساوي 2 و2 ناقص 1 تساوي 1 ثم أخيرا لدينا 492 ضرب 5 إذن 2 في 5 تساوي 10 أضع الصفر وأحتفظ بالواحد 2 أو 5 في 9 5 و4 زائد 1 تساوي 6 و4 أكتب 6 وأحتفظ ب4 2 أو 5 في 4 تساوي 20 زائد 4 تساوي 24 لكن هنا تم نسيان الاحتفاظ أيضا إذن سنعيد إنجاز العملية 5 في 2 تساوي 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 5 في 9 45 زائد 1 تساوي 6 وأربعون أكتب 6 وأحتفظ ب4 5 في 4 20 زائد 4 تساوي 24 إذن إلى هنا ننهي هذا الفيديو نلتقي في الفيديو المقبل لتتمة إنجاز باقي تمارين هذا الدرس ثاني تساوي 5 تساوي 6 تساوي 5 ستاوي 6 ستاوي 6